زي بالظبط اتهامات البعض لجماهير الاهلي أو حتى للجماهير المصرية باتهام بغيط جدا عالميا وإنسانيا وإخلاقيا وهو اتهام العنصرية والناس بتستسهل تردده رغم أن الجماهير لما بتدائم من سين أو صاد من الناس بيبقى نتاج سلوك ملوش علاقة بأي شكل عنصري شهادة في حق الجمهور المصري وموقفه من العنصرية من مستر بيتسو موسيماني بالنسبة لجماهير الاهلي أنا لا أعتقد أنه يوجد مشجعون أكثر شغفا وحماسا من مشجع الاهلي لم أقابل أو أرى أي جماهير مثلهم فهم يحبون الفريق ويحبون كرة القدم ولا يريدون شيء سوى الفوز ولا يفكرون في أي شيء غير الفوز ودائما توقعاتهم كبيرة ويضعون ضغوطا كبيرة جدا على اللاعبين ولكن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه عندما تلعب في الأهلي أو تدربه عندما أصف الأهلي بكلمة واحدة أقول أنه أمة أما بالنسبة للعنصرية أنا لم أواجه أو أجد أي عنصرية هنا في مصر ولم أكن يوما ضحية لمثلي ذلك أبدا وأنا لا أعلم بوجود مثل هذا الشيء في مصر ولم أشاهده سواء من جماهير النادي الأهلي أو جماهير الفرق الأخرى أما بالنسبة للعنصرية فهي موجودة في العالم كله ولا يمكن تجاهلها وإلا لماذا يوجد شعارات مثل حياة ذو البشر السمراء لها معنى إذن فالعنصرية موجودة في العالم كله ولا بد من التعامل معها سريعا شهادة مهمة جدا 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 قد يبدو البعض أنه لا يستوعب أهميته نسمحها في هذا التوقيت بالزاب من شخص أجنبي جاء إلى مصر يتمتع بكل المزايا فيها ولا يشعر بأي نوع من أنواع التفرقة شهادة مهمة جدا 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 ترد على ملفات كتيرة جدا 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 يحاول أعضاء مصر يلسقها بمصر من خلال حاجات كتير ومنها كرة القدم التي هي مع كل شيء بريء من هذا لأن المصريين الحقيقة جبلوا على التسامح والطيبة واحتواء الأخر ده كان كلام مهم من مستر بيتشو موسيماني عن الجمهور المصري في عمومه لكن عن النادي الأهلي إزاي أنه شايف هذا الجمهور أعلى جمهور في الشغف وحبه الكرة والتمسك بالفوز قال أنا ما شفتش مكان في العالم في جمهور يتمسك فقط بالفوز ما يسعدهوش إلا المكسب يتفرج دايما عشان يكسب فقال دي حتى لما سؤل تصف فريق الأهلي بيه أو النادي الأهلي بيه قالك أمة نيشن بالمعنى أنه فريق له هوية له خصائص له سمات له ثقافته هي دي ترجمة هذا الفريق بهذه الهوية أو هذه الخصائص اللي خلته بطل على مدى كل هذه العصور بيتس موسيماني كان اختيار جريء جدا استغربه البعض في البداية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكن تباعاً الكل أدرك أنه ده كان قرار مهم جداً